مع بدء العد التنازلي لإزدال استطار عن منضيال الدوحة الاستثنائي الذي لم يسجل يهفوة بفضل التنظيم الرشيد والمحكم لقطر الدولة المضيفة التي وقفت في وجه كل محاولة التشويش على السير الحسن لعرس العرب محاولة المغرب لإقامة جسر جوي لنقل المغاربة بهدف تشجيع المنتخب في دور النصف النهائية ماما فرنسا حملت ذبذبات تشويش وتهديد لاحترام القوانين ومراعاة الإطار التنظيمي والأمن لتنقل الأشخاص وتمكنهم من دخول الملعب بما أن قطر كانت قد وضعت قبل انطلاق المونديال شرط حيازة بطاقة هيا للأنصار الراغبين في التنقل إلى بلد الأوريكس خطوة المغرب لم تكن مدروسة ولم تبنى على أسس تضمن سلامة المشجعين ورحتهم بعد تنقلهم الأمر الذي سبب تجاوزات بسبب الوعود التي وقف الأنصار المغاربة على عدم صدقها فور وصولهم إلى قطر هذا كشي ما تشرفش ما تشرفناش هنا ياهنا ما تشرفش البلاد ما تشرف حتى شي حاجة وحد الفوضى كبيرة الناس مساكن مشاء ومن الباحث تسعد الليل وما يواقفين وفي الليل والبرد بلد العنابي سرع إلى إلغاء جميع الرحالات المبرمجة من المغرب إلى الدوحة حتى لا يزيد الطين بالله وحتى يحفظ ما يمكن حفظه من المناورة المغربية بعد أن لقي الأنصار نحو مصير مجهول الغياب الكل لصفارة المغربية في قطر لعبت بعده السلطات القطرية دور البديل بوقفة إنسانية تجاه العشرات من الأنصار فيما يبقى الألاف منهم في خانة المجهول